بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي طلاب مدارس المناهج الأهلية الصف السادس الابتدائي في درس جديد من دروس التعلم عن بعض في مادة الرياضيات اليوم بمشيئة الله بنشرح مع بعض اختبار الفصل العاشر صفحة 202 السؤال الأول بيقول لي ما العلاقة بين قطر الدائرة ونصف قطرة احنا متفجينا على ان القطر هو رمزه كاف ونصف القطر هو رمزه نق العلاقة بين القطر ونصف القطر قاف يساوي اثنين نق يبقى القطر يساوي اثنين نصف قطر ممكن نكتبها بطريقة تانية بنقول نصف القطر يساوي نصف قاف او نق بيساوي نصف قاف سؤال الثاني بيقول لي ما العلاقة بين قطر الدائرة ومحيطها قطر الدائرة او قانون المحيط بيساوي قاف في طا متفجينا على كده يبقى قانون المحيط بيساوي القطر في طا اللي هي نسبة تقريبية طا لما بنجي نجيب دلوقتي لو طالب مني قاف او القطر بجيب المحيط وبقسمه على طا يبقى العلاقة بين القطر والمحيط القطر يساوي المحيط الدائرة على طا قطر الدائرة يساوي محيطها على طا وقاف يساوي اثنين نق سؤال اللي بعد كده رقم ثلاثة بيقول لي رقم ثلاثة واربعة بيقول لي اوجد نصف القطر او القطر لكل دائرة في الحالات الآتية احنا متفجين ان القطر هو قاف القطر هنا قاف ونصف القطر هو نق لما يطلب مني او لما يكون جايب لي نق يبقى طالب قاف لما يكون جايب لي قاف يبقى طالب نق يبقى هو بيطلب عكس الموجود بيقول لي اوجد نصف القطر او القطر لكل دائرة في الحالات الآتية هنا بيقول لي نق يساوي تسعة اذا كان نصف القطر بتسعة يبقى القطر كامل بكام ايوه احنا متفجين على ان نصف القطر بيساوي النصف يعني النق بيساوي نصف القاف طب اذا كان مديني نق وطالب مني قاف يبقى ادبل دي ادبل التسعة يتصير كام 18 يبقى هو هنا مديني الصغير وطالب الكبير يبقى 18 سنتيمتر طب هنا في المسائل رقم اربعة بيقول لي قاف يساوي 46 ملي متر يبقى القطر كامل ب46 اذا نصف القطر اللي هو نق بيساوي كام ايوه نجيب نصف الستة وربعين يساوي تلاتة وعشرين ملي متر يبقى هنا متفجين على ان هو هنا بيجيب لي نق يبقى طالب كاف اذا جاب لي كاف يبقى طالب نق ومتفجين على ان نق أصغر من كاف اذا كان طالب الكبير بندبل اذا كان طالب الصغير بنقسم على اثنين او بنجيب نصف العدد طيب السؤال رقم ستة وسبعة بيقول لي اوجد مساحة كل من المثلث ومتوازي الاضلاق لو نتذكر مع بعض مساحة المثلث يساوي كاف اللي هي القاعدة في الارتفاع تقسيم اثنين يبقى مساحة المثلث يساوي لو جينا عندنا القاعدة نعدي كده معي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة يبقى القاعدة بستة ضرب الارتفاع هنا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة يبقى القاعدة بستة الارتفاع بالخمسة كسمة اثنين يساوي ثلاثين كسمة اثنين يبقى ميم او المساحة يساوي خمستاش وحدة مربعة اهم شي نتذكر القانون مساحة المثلث يساوي القاعدة في الارتفاع كسمة اثنين شكل رقم سبع عبارة عن متوازي اضلاع متفجين على ان مساحة متوازي الأضلاع يساوي قاف في عين على طول بدون كسمة اثنين كسمة اثنين في المثلث انما مساحة متوازي الأضلاع يساوي قاف في عين يبقى مساحة متوازي الأضلاع يساوي القاعدة عندي هنا بواحد وثلاثين ضرب الارتفاع 11 نجول يساوي نضربها على جنب هنا كده واحد وثلاثين ضرب 11 نضرب الواحد مرة في الواحد واحد في ثلاثة واحد في ثلاثة قبل مضرب الواحد الثاني اضع سفر تحت الأحد مش نحفظ بالخانة واحد ضرب واحد بواحد واحد ضرب تلاثة بتلاثة شد قطو اجمع سق واحد زائد سفر واحد ثلاثة زائد واحد اربعة والثلاثة تنزل إذا الاجابة يساوي تلتمية واحد واربعين طبعا دي مساحة بناخد واحد للقياس اللي هنا اللي هي السنتيمتر مربع يبقى مساحة متوازل اضلاع بيساوي تلتمية واحد واربعين سنتيمتر مربع لان هذه مساحة طيب السؤال اللي بعديه رقم ثمانية بيقول لي ايهما اكبر مساحة مسلس طول قاعدته ثمانية متر وارتفاعه اتناش يبقى لو جنا جزقنا الشكل عندي شكلين مسلس طول قاعدته ثمانية وارتفاعه اتناش ام مساحة مسلس طول قاعدته اربعة وارتفاعه اتناش يبقى احنا عايزين دلوقتي نشوف مين اللي اكبر فيه نجيب قف واحد وعين واحد القاعدة للمسلس الاول والارتفاع المسلس الاول قف واحد بثمانية وعين واحد باثناش طبعا متر متر طيب عشان نجيب المساحة بيساوي متفجين على ان قانون المساحة ثمانية ضرب اتناش قسمة اتنين اللي هو القاعدة في الارتفاع تقسيم اتنين انا بدل ما هضرب ثمانية في اتناش واللي يطلع قسمة اتناش هتبقى مسألة بسيطة معي شوية هجيب نسف الثمانية اربعة اربعة ضرب اتناش بيساوي تمانية واربعين متر مربع يبقى مساحة المسلس الاول يساوي تمانية واربعين متر مربع حينما تذكرينها كده طيب المسلس الثاني هنجيب قافي اتنين بيساوي اربعة متر وعين اتنين هيساوي ستاش متر يبقى انا كتبت في المسلس الاول واحد عشان نفرق بس بين المسلسين عندي المسلس الاول هرمز لبرمز واحد يبقى القاعدة للمسلس الاول والارتفاع المسلس الاول هنا القاعدة للمسلس الثاني والارتفاع المسلس الثاني يبقى ميم يساوي اربعة ضرب ستاش كسمة اثنين نفس الكلام انا هيبقى عندي صعوبة شوية اضرب الاربعة في الستاش واللي طلع قسمها على اثنين جيب نصف عدد من العددين اللي موجودين عندك واضربوا في البيب يعني نصف الاربعة اثنين قسمت هنا على اثنين وهنا على اثنين اختصار اربعة قسمة اربعة اثنين اثنين قسمة اثنين واحد اثنين ضرب ستاش باثنين وثلاثين اصبحت المسألة عندي بسيطة جدا يبقى مساحة المسلس الثاني يساوي اثنين وثلاثين متر مربع هو كان بيقول لي هنا ايهما اكبر يعني عايز مساحة المسلس الاكبر من اللي اكبر من وجهة نظرك عندي المسلس الاول طلع تمانية واربعين المسلس الثاني اثنين وثلاثين يبقى مساحة المسلس الاول اكبر يبقى الاكبر عندي هنا مساحة المسلس الاول طيب برضو زي ما احنا في صفحة ميتين واثنين المسألة رقم اربعتاش بيقول لي اختيار من متعدد ايه العبارات الاتية يعطي مساحة سطح المنشور الرباعي طوله خمس وحدات وعرضه ثمان وحدات وارتفاعه ثلاث وحدات يبقى عند الطول الخمسة والعرض ثمانية والارتفاع يساوي ثلاثة هو جايب لي هنا اربع اختيارات وبيقول لي اي اختيار من الارباع عشان نوصل لمساحة سطح المنشور الرباعي كيف اطلع مساحة سطح المنشور الرباعي هل اني اضرب اتنين في الخمسة والثلاثين يعني بربع الخمسة بربع حért اضرب trade او اني اضرب خمسف تمانية في اثنين خمسة ثلاثة في اثنين ثمانية في اثنين او اثنين في خمسة في تمانية في ثلاثة او اثنين في الخمسة فيا ثمانية زائد ثلاثة في البداية لازم اتذكر معاوتم ك Content قانون مساحة سطح المنشورhand الرباعي سطحية السطح المنشور قانون مساحة من عرض complex 222 الثاني الثاني ارتفاع الاجابة الاولى 5 x 2 x 2 مش موجودة مفيش هنا ان انا بجيب مربع عدد وبضربه في اثنين انما هي الاجابة الاجابة الصحيحة هتبقى الاجابة باق لو جينا عوضنا هنا حتى اثنين في الطول في العرض يبقى اثنين في خمسة في تمانية لاحظ اثنين في العرض في الطول في الارتفاع يبقى اثنين في خمسة في ثلاثة ايوة اثنين في العرض في الارتفاع يبقى اثنين في الخمسة اثنين في ثمانية في ثلاثة يبقى في الحالة دي الاجابة رقم باق هي الاجابة الصحيحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبهذا اعزائي طلاب مدارس المناهج نكون قد انهينا معكم شرح هذا الدرس نسعد باستقبال اسئلتكم واستفساراتكم عبر القنوات الرسمية في قروبات الواتساب والتليجرام تعليمنا مستمر بهمتكم دمتم بخير